موسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم السيدات والسادة الحضور الكريم مصر على اعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة متمثلة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة وها هي اليوم من جديد تعلن عن دعوة شعبها العظيم الأبي العريق قي يقوم بواجبه ويستكمل الطريق طريق الوطن نحو التنمية والاستقرار نحو الأمن والأمان كي يمارس حقه الدستورية في انتخابات رئاسية حرة نزيهة وشفافية واليوم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادات إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة كلمة السيد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاد التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابنة وإليك المصير صدق الله العظيم سادة الصحفيون والأعلاميون ومندوب وكالات الأنباء وممثلوا القنوات والشبكات التلفزيونية الحضور الكريم شعب مصر العظيم تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعقد مؤتمرها الصحفي الأول لكي تعلن عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد صورة الثلاثين من يونيو المجيدة تمثل انتخابات رئاسية حدثا مهما وفريدا في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد عيث يشارك كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين في عملية الاقتراع اعمالا لحقه الدستوري والقانوني في اختيار رئيسه الذي سيقود البلاد خلال فترة الحكم الرئاسية القادمة وفي النهاية ستدون الهيئة الوطنية للانتخابات ما ستسر عنه ارادة الشعب في اختيار رئيسه من خلال مناخ ديمقراطي كامل باعتبار ان الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستورة والقانون وتختص دون سواه بادارة الانتخابات الرئاسية والاشراف عليها ابتداء من اولى خطواتها وحتى اعلان نتيجتها واصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الاهمية والاشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزرات والجهات والاجهزة ذات الصلة وفقا لما تقضي به احكام الدستورة والقانون فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الاحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ وذلك كله في ضوء ما كفى له الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا وتتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لراغب الترشح في الانتخابات الرئاسية اعمال حقهم كاملا متى توفرت فيهم شروط الترشح واستفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية حيث ستقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاحة وفقاً للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضاء كامل إعمالاً لنص الدستورة والقانون فضلاً عن أنها ستتيح للمرشحين جميعاً أن يكون لديهم مندوبون عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن إلى جانب السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها وهنا أخرج بس عن السياق أنا بطلب من كافة المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية يسيرعوا بقيد في قاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة لاستمرار القيد حتى دعوة الناخبين فبدأ هذا الأمر فضلاً أنا بسمن جهود أمانة الحوار الوطني عن البيانة التي صدر منه مشاين انتخابات الرئاسة وبنؤكد الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر وتوضح الهيئة الوطنية لانتخابات مجدداً أنها واستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون فأنها تهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواسيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن وأن تكفل فرصاً متساوية لجميع المرشحين لتقديم معرض برامجهم وأن تكفل فرصاً متساوية لجميع المرشحين لتقديم معرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري كما نهيب بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية وسيتم تطبيق القانون في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفة وتؤكد الهيئة على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقاً لما نص عليها الدستورة والقانون خلال العملية الانتخابية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن السيدات والسادة لقد تابعت الهيئة الوطنية ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي وإذن نؤكد أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول وسيتم اتخاذ الإجراءات التي كفى لها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن كلنا ثقة في شعب مصر العظيم وفتنته ووطنيته وحكمته المعهودة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ودعم مسيرة الديمقراطية وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصورة والمضمون اللائق باسم مصر وشعبها العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعماله فصر الله عملكم ورسوله والمؤمنون استسمع حضرتكم في عرض تقديمي لكل الإجراءات التي تم اتخذها من الهيئة الوطنية الانتخابات استعداداً لعملية الانتخابية بس أطمع لو في أسئلة ممكن نأيد بس اللي يرغب في الأسئلة بغاية ما نشوف البرزنتيشن وبعد كده نفتح باب الأسئلة دي نقاط العرض أهليات التفاعل مع الهيئة التجهيزات الليجستية قواعد البيانات الانتخابية بروتوكول التعاون والاتفاقيات نمازج عمل الانتخابات الرئاسية البرامج التدريبية التواصل مع الهيئة أهليات التفاعل مع الهيئة في الموقع الرسمي الخاص بالهيئة وده تم تحديثه ومراجعة التطبيقات الإلكترونية وإدخال بعض التعديلات ليتناسب الوضع الحالي تم رفع كفاءة الموقع لاستخدام أكثر من 180 ألف مستخدم في الدقيقة وهي الحالات دي اللي هي الخاصة بالاستعلام حال عملية الاقتراع عشان يقدر تسمية للهيئة دي صفحة الفيسبوك وده منصة التواصل الاجتماعي فعالة ومهمة تم تفعيلها بالفعل وتم التعاقد مع جهة تختص بإقدارة الصفحة لإمكانية التواصل وتلقي الشكاوى إن كانت موجودة ونقدر نرد عليها تم التعاقد مع جريتين الأخبار والجمهورية ودول جريتين وسائل انتشار وفق النصحيح القانون إن احنا بتم نشر القرارات التي تستوجب القانون نشرها في جريتين وسائل انتشار بالإضافة للجريدة الرسمية الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة دائمة ومستقلة بذاتها لا سلطان عليها اتشكلت تبقى للدستور للشعب وافق عليه في 2014 مع مراعاة كافة المعايير الدولية الهيئة مكونة من مجلس إدارة بيضم عشر قضاء متفرغين تماماً وبيعاونهم جهاز تنفيذي مكون من كفاءات مختلفة لها خبرة جيرة في مجال إدارة الانتخابات الهيئة مسؤولة من الألف لليه عن إدارة الاستفتاءات وكل أنواع الانتخابات في مصر وتحديداً لانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية يعني من ساعة منقول يلا انتخابات ونبتدي بدعوة الناخبين لحد إعلان النتيجة مهائية وكل ده بيحصل بدقة ونزاهة وشففية عشان الانتخابات تتم بشكل ديمقراطي سليم يميق بالمواطن المصري سواء كالناخب أو مرشح الهيئة الوطنية للانتخابات شارك صوتك حيوصل الهيئة الوطنية للانتخابات وجاري أعداد ما انت في المئة أخرى هتعرض في حينه تجهزات اللوجستية وتم التعاقد على كمية الحبريل في سوريا اللازمة الانتخابات الرئاسية في 2024 مع مراعاة الشروط الصحية حرصاً على المواطن دي المستلزمات اللوجستية اللازمة للعمل الانتخابية ودي طبعاً أنا بطرح على الرأي العام عشان برضو لها أولويات يعني الأقفال الباليستيكية والسناديق خاصة بالاقتراع والختم الخاص برئيس اللجنة والحقيبة اللي بيتم وضع كافة أوراق العملية الانتخابية والسواتر أثناء الاقتراع السر المباشر تم رفع كفاءة الطبعات الخاصة بعملية التأييدات عشان يتم السهولة واليسر ويدمعهمها بكافة الأحبار السكنرات دي خاصة بعملية ما يتم تقديم أوراق الترشح من ضمنها التأييدات فبيتم فحصها ومراجعة إذا كان في تأييد في أي أخطاء تم تكراره في تزوير ما يروقع عليه بيتم فحص هذا بالسكنرات وتم رفع كافاته دي أوراق العملية الانتخابية قدر المستعيع بالإضافة للتأييدات والطباعة تم تجهيز مكان لتلقى أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية الانتخابات ده نزلنا تم تكليف الإدارة عامة لشرطة الانتخابات ومحاكم الابتدائية وأبنية تعليمية وتم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية وهما في حوالي 10.085 مركز انتخابي قواعد البيانات الانتخابية طبعا للعلم قاعدة البيانات الاخرية هي ملك للهيئة الوطنية الانتخابات ويتم تحدثها كل فترة وتتم تحدثها من الأحوال المدنية ووزارة الصحة كل من لديه بيانات تتعلق بالمواطنين بنحاول نتواصل وناخد عشان نحدثها أول بأول وتم تحديث فعلا قاعدة البيانات وبنبسها أول بأول على موقع الهيئة وكل من بلغت 18 سنة لها حق التصويت دي برامج إدارة قواعد بيانات المشرفين على البيانات الانتخابية طبعا مرفع برضو كفاية البرامج عشان تتيح للمشرف على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات والجهات القضائية لاستعلام عن مقر لجنته واختاروا بيها بسهولة ويسر وكذا موظفين أعضاء اللجان هم من الجهاز الإداري بالدولة بروتوكالات التعاون والتفاقيات التي تم إبرامها بمعرفة الهيئة الوطنية الانتخابات تم توقيع بروتوكول مع البريد المصري وده حاجة كويسة نظرا لانتشار مكاتب البريد ووسائل الانتقال وسرعة وصول سيارات البريد لأماكن المقرات الخاصة بمكاتب الشهر العقاري لنقل اللوجستيات المتعلقة بها البرتوكول تم مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لزواء العاقة هو من الحاجات التي أنا شخصيا سعيد بيها لأنني عرفت أن هناك شيء في وزارة التضامن الاجتماعي اللي هو الرائدات الريفيات الرائدات الريفيات هم حوالي 15 ألف رائدة ريفية موجودة على مستوى الجمهورية كل رائدة ريفية حوزتها 400 أسرة إحنا المستهدف بتاعنا توعية وتسقيف المواطن فنستغل بالبرتوكول ده نوصل للبيوت عن طريق الرائدات وبنعمل دلوقتي تدريب مدرب عشان ندرب الرائدات على دور المواطن في مباشرة حقوق السياسية والمستهدف مش المواطن البالغ أنا بستهدف الطفل اللي هيكبر هو ده دوري إن أنا وعيه وأوصل له عشان لما يطلع 18 سنة يبقى فاهم حقوق السياسية ومباشرة المجلس القومي لزواء العاقة برضو بيمدينا بالمعلومات مع وزارة التضامن الاجتماعي عشان نقدر نوصل لزواء الإعاقة ونوفر لهم الأماكن المناسبة والإتاحة في مباشرة حقوق السياسية دلوقتي تم برضو مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة وافق على أن يتم البنك الأهلي وبنك مصر محددين وفقاً للقانون يجب تحديد البنوك للمرشحين إداع حسابتهم الخاصة بالحملة الانتخابية عشان نقدر نتبيحها ونرائبها ونعرف مصادر التمويل ومصادر الصرف بدون سرية حسابات لأن هذا وفقاً للقانون فتم تحديد البنك الأهلي المصري وبنك مصر نمزج عمل الانتخابات الرئاسية وقبل ما أبدأ هو طبعاً هذا مجهود زميلي في أعضاء الجهاز التنفيذي الذي أشرف معهم بالعمل وهذه صورة توسيقية للجروب بتاع العمل الذي أشرف بوجودهم معي أو أنا وجودي معهم البرامج التدريبية وتعملوا وقت خط التدريبية شاملة لكافة المشاركين العملية الانتخابية والجدد في هذه العملية من حيث أعضاء الهيئات والجهد القضائية المنضمين حديثاً أو الموظفين الجهاز الإداري الذي لم يسبق لهم المشاركة بيتم أداد الدورة التدريبية لتعرفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية بداخل اللجان طرق التواصل مع الهيئة ودي برضو لها شقين الشق الأولين هو تكنولوجي خاص بالموقع الرسمي والصفحة الرسمية والبريد الإلكتروني ده طوال العام ودون وجود استفتاءات أو استحقاقات انتخابية أما في حالة الاستحقاق الانتخابي أو وجود أي نوع من أنواع الانتخابات بيتم تفعيل 141 واحد وخمسين واحد وخمسين وذلك لتأثير وصول الناخب للجنته عبر التواصل مع الخمس طرق أشكر حضراتكم جدا والأسئلة وطبعا فيه إن شاء الله يوم 25 اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والذي سيتخذ فيه قرار بشأن إعلان عن بداية العملية الانتخابية والجدول المنظم لهذا الأمر وإن شاء الله بندعو سياداتكم مرة أخرى لمؤتمر يوم 25 في نفس القاعة وهيحدد المعاد وهيتم إبلاغ حضراتكم به لتمكن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات النشطة القاضي لفاضل وليد حمزة نائب رئيس محكمة النهضة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لو فيه أسئلة حضراتكم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اشتركوا في القناة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن تشكيل مجلس الإدارة ومدة مجلس الإدارة هل بنترقب أن يكون في تعديل أو إعادة تشكيل لمجلس الإدارة بشكل مرتقب السؤال التاني يتعلق بالتردد خلال 24 ساعة اللي فاتوا بخصوص الانتخابات ستجرى قبل موعدها خلال شهر ديسمبر أنا شايف البنر مكتوب بـ 20-24 يريد حضرتك توضح المسألة دي شكرا جزيلا أطمع برضو الأسئلة كلها مرة واحدة وهرد عليها تباعا في حد ثاني فضل إبراهيم آسم اليوم السابع فان هو حضرتك كلمت الأول على أن الانتخابات ستتم فيه تعددية وتنفسية بين المرشحين كنت عايزة أعرف من حضرتك ما هي أدلة استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات عن سائر السلطات إزاي حد تحق التنفسية والنزاهة وما أدلة الهيئة للإستقلال شكرا في حد تاني فضل محمد مخلوف صحفي في مجلة آخر ساعة بدار أخبار اليوم ورئيس تحرير تنفيذي لبوابة مصر الآن الإخبارية طبعا أهنئ حضراتكم وأهنئ كل المصريين وأتمنى نجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام سؤالي بخصوص أو متعلق بأهل الشر والأعداء يعني لا يمكن أن يتركنا أهل الشر والأعداء أن نقوم بإجراء دستوري كامل لأن عملهم الأول إجراء دستوري أو إجراء انتخابي كامل لأن عملهم الأول هو التشكيك كيف ستواجه وتتعامل الهيئة مع كافة الشائعات شكرا أ resolution حسب ستعامل للحياة idas سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإعلام العراقي إبراهيم محمد شريف هل تمت دعوة مراقبين من خارج مصر متابعين نعم الهيئة العليا للانتخابات العراقية شكرا جزيلا ياسر حسني مجلة أكتوبر بوابط ضر المعارف كان حداك اتكلمت عن الحوار الوطني ومدار حول الانتخابات الرئاسية كان من ضمن المقترحات اللي دورست في الحوار الوطني الانتخابات بشكل إلكتروني أو التصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج هل الانتخابات ستشهد ذلك أم ننتظر تعديل تشريعي شكرا اكتفي بكده بقى ونتبدأ نرد عشان في لقاءات أخر كتير يعني مش هلنستنتظر طب حضرتك اتفضلي عشان يبقى في عنصر نسائي برضو ماشي هناخد اتنين نسائي هو عنصر نسائي بقى فيه اتنين تقلقوش سهل يا فندم مع حضرتك منار صحفية موقع الموقع صحفية موقع الموقع تاني الموقع الموقع كنت عزيز حرارتك كان فيه بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن بخصوص زوية الهمام فهل هناك خطر التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وما موقف الهيئة من الأشخاص اللي هم هيمتنعوا عن الانتخاب هيا يا فندم بيأعلنوا عدم مشاركتهم يعني أو يمتنعوا عن الانتخاب شكرا جزيزي تمام كده أرد بقى على الأسئلة بعد إذنكم خلاص نكتفي نكتفي بهذا القدر أولا يعني هبدأ من باستيزة منار بالنسبة للبرتوكول الخاص بالتضامن الاجتماعي هو متاح كل شيء والتعامل معهم بالنسبة للأمراض المزمنة وكبار السن وفي قاعدة بيانات الناخبين عندنا هذا البيان وبيتم مراعاته من حيث التجهيز الأماكن المناسبة في اللجان متبقى دور أرضي لزوي الأعاقة وكبار السن فمعمول حسابهم وتقديرا لهم وبيتم توفير الأماكن المناسبة في هذا الأمر بالنسبة لعدم المشاركة طبعا باخد من كلام حضرتك وبحس كافة المواطنين من لهم حق التصويت بأنه ينزل ويشارك وزي ما مكتوب صوتك هيوصل ودي أمانة يجب أن يتحلى بها كل مواطن أما عدم المشاركة والإجراء اللي هيتم ده إجراء مش سابق لوانه مش هينفع أن نحدد ماذا يتم إنما احنا بندعو كافة المواطنين بالمشاركة بالنسبة برضو الخاص بالتصويت الإلكتروني التصويت الإلكتروني فيه مشاكل تقنية منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى لا يمكن لأحد أن يعرضه لأي مطعم فإحنا بنبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية وجود أي طعن على أي إجراء من الإجراءات فإحنا زي ما إحنا مستمرين بالإضافة أنه ده محتاج تعديل دستوري بيتم دعوة المتابعين هو بالفعل إحنا فيه قاعدة بيانات موجودة لدى الهيئة الوطنية والانتخابات خاصة بالمنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام المحلية والدولية وده منظمة بقرارات بتنظم هذا الشعل وبالتالي هي قاعدة البنات مفتوحة لأي منظمة يتم قدها وتبقى مشاركة في المتابع أما بشأن الدعوات ده أمر بيتم بعد إعلان دعوة للناخبين بيتم تنصيقهم بالدعوات الدبلوماسية لوجود زائر يتقدم ويتابعه ويشاهد كل العملية الانتخابية وده جاري إن شاء الله بالنسبة لأهل الفساد والشائعات والشرل لن تتهاون الهيئة مع أي تجاوز من أي نوع أي تجاوز هيواجه بالقانون والدستور وقانون وضع آليات للتعامل مع كل الشائعات وفيه شائعات بتوصل للجناية وبتم إحلتها للنيابة العامة التي هي الشؤونها أو النيابة الإدارية في حالة خاصة بأي عمل داخل أجلسة الدولة بالنسبة للتعددية والاستقلالية الهيئة المستقلة الهيئة المستقلة بقوة القانون والدستور وكفى لها كل الحق وكل جهات الدولة بتأتمر بأوامر الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء العملية الانتخابية وهذا الأمر معلن للكافة وكافة أجهزة الدولة على العلم وقانون أنط بها هذا الأمر آخر سؤال مجلس الإدارة طبعا هو القانون أو الدستور لما وضع الهيئة الوطنية للانتخابات خلاها هيئة مستقلة لها تشكيل مكون من عشر أعضاء هذا التشكيل كله قضائي اثنين من قضاء محكمة النقط اثنين من قضاء الاستقناف اثنين من قضاء مجلس الدولة اثنين من مشاري هيئة قضاء الدولة واثنين من مشاري نيابة الإدارية في أول الإنشاء كان المشرع ابتغى أنا آسف طبعا هتكلم بالقانون لأنها برضو خلفتي قاضي المشرع ابتغى أن يحصل في أول تعيين لمجلس الإدارة أنه يكتزق ثلاث سنين ويحصل اقتراع ما بينهم خمسة يغادروا وخمسة يتقدموا للجلوس خلال الفترة بعد أول اقتراع بيتم احتساب ست سنوات لكافة الأعضاء يعني الخمسة الأولين اللي استبقوا في الجلوس بيكملوا ثلاثة كمان فتبقى ست سنين عندنا وضع معين تم ألا وهو وفاة المغفور له المشرع لاشين إبراهيم رحمة الله عليه رئيس الهائة الوطنية الانتخابات ومكانه فضل خالي فضلا عن المشرع فارس سعد نائب رئيس مجلس الدولة قدم استقالته له وجوده أو تعيينه بالمجلس الخاص بمجلس الدولة وبالفعل تم استكمال تشكيل مجلس إدارة الهائة الوطنية الانتخابات في شهر يونيون اللي هو السابق وتولى السيد المشار أو القاضي الجليل وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النق رئاسة الهائة الوطنية الانتخابات وبصحبته السيد الزميل مراد بفكري نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس الإدارة استكمالا لمدة سابقية وبالتالي ويصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة مرة أخرى ومن هنا بستسمحكم أن أنا أشكر كل أعضاء مجلس الإدارة اللي مدة جلوسهم اكتملت وتم هيتم إن شاء الله إضافة خمسة من السادة أعضاء الهيئة والجهات القضائية للمجلس الإدارة بتشكيل جديد يعتبر من تسعة عشرة فبشكر السادة المشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات نائب رئيس معكمة النقد لاستكمال مدته وسادة المشار ياسر ياسر السيد رئيس استقناف القاهرة عضو مجلس الإدارة لاكتمال مدته وساد المشار مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس الإدارة لاستكمال مدته وساد المشار عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لاكتمال مدته وساد الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس النيابة الإدارية لاجتماع المدته وهنا الفرق ما بين اجتماع المدة عدو 6 سنين أما وليد B ومراد B استكمال المدة فأنا بشكرهم وفعلا هيحصدوا القرار جمهوري بتشكيل جديد أنا بشكر حضراتكم جدا وبدعوكم يوم 25 المؤتمر بإعلان الجدول الزمني شكرا 25 9 25 الاتنين الجاي اشتركوا في القناة